صحيت على الخبر الصادم شوفوا اش صار العش حق ناسج الخيط الذهبي ولا اي نملة فيه موجودة دورتهم في العالم الخارجي وما حصلتهم ابدا انا خوفي انهم طلعوا من كل العالم هذا وراح يسكنون عندي في البيت اذا ما شفت الفيديو اللي قبله شوفه الان لان هذا الفيديو تكمله للفيديو اللي قبله واتمنالك مشاهدة ممتعة الحرب لسه مستمرة على الدودة اللي دخلت عش سكر الخيزران قدر المستطاع لو تلاحظون قاعدين يحاولون انهم يمسكون اطراف الدودة طبعا بعض الناس يسألون ليش الدودة ما تطلع وينتهي الموضوع صارت فيها مشكلتين المشكلة الاولى هو ان المكان اللي هي فيه صعب انها تحرك اطرافها هذه اول مشكلة المشكلة الثانية ان في شيء عالق فيها فما تقدر تطلع وضعهم هنا ما شاء الله مستقر زي ما تشوفون قاعدين يتساعدون وقاعدين يأكلون بعض وينظفون بعض امورهم جدا مستقرة وهنا اخيرا شفنا ناسج الخيط الذهبي واحدة منهم طلعت وقاعدة ترسم الفيرمونات في الارض اللي هي فيها بعد الدمار الشام اللي صال في العالم الخارجي نقدر نقول انتهت الحرب بين الدودة والنمل شوفوا كيف قررت الدودة انها تروح في زاوية لحالها وما تتحرك ثم قابل ان النمل يوقف اللدقات اللي كان يسويها لهم من اول زي ما تشوفون الملكة رجعت في المكان هذا وهذا دليل على ان الحرب انتهت من فترة وما شاء الله بطونهم كلهم مليانة هذا شيء يبشر بالخير وهنا دودة ثانية شوفوا كيف قاعدة تحاول تحفر في الارضية طبعا بطبيعتهم هذولا ما يحفرون تحت لكن ظاهر انه عجبهم وضع الرمل اللي حطيتهم فيه فعشان كذا قاعدة ترسم لنفسها مكان او تبغى تدفل نفسها بلا صح وهذا الدود مشكلته جدا سيئة اذا كانت اي دودة الحالها لفترة طويلة راح تتشرنق وتصير خمف سانة هنا في مشاركة بين الصرصور والنملة ظهر انهم تعاقدوا مع بعض انه ما في احد يضرب الثاني وكل واحد ياخذ الشي اللي يبغاه سواء من موية واي شي ثاني شوفوا كيف هنا الان وضحت عدوانيتها وراح تحذر الصرصور انه يبعد ولا بتبدأ بالهجوم عليه شوفوا كيف تحاول قدر المستطاع انها تمسك اي شي من قرون الاستشعار او من اطرافه عشان تقرصه وبعدها راح يفر الصرصور زي ما تلاحظون كل واحد ما اخذ وضعية الدفاع وما في احد يبغى يبدأ يهجم على الثاني اكثر مخلوقات عجبها العالم الخارجي اللي هي الخنافس زي ما تشوفون هذه الخنفسانة ومقابلها الخنفسانة الثانية وحفرت مكان عشان تدفن راسها فيه لاحظهم اول ما اشغلهم الاضاءة ينزعجون جدا الصرصير انبسطوا بالمكان لكن بين الصخور ويحاولون يدفنوا نفسهم تحت البطاطس اللي حطيتها لهم الديدان ما شاء الله عليها الصغيرة تشارك اي شخص شوفوا كيف هنا الصرصور هذا مات وهنا طلعت نملة ناسج القيط الذهبي وقاعدة تدور لها على شيء ظاهر لازم تاكله شوفوا كيف حطيت لهم جميع انواع الاكل وقلت ان شاء الله انه ما تصير مشاكل من ناحية الاكل اني بحاول اوفر لهم مياه بشكل مرة ممتاز لدرجة انه شرانق موجودة وهنا المشاكل لسه ما خلصت بين هذول اثنين ولا واحد رضي انا قلت اذا دخلت هذه بتصير مشكلة مرة كبيرة شوفوا كيف شوفوا كيف تحاول تمسك اي طرف منه مسكت شفتوا كيف مسكت الارجل حق الصرصور طبعا الصرصور انسحب وما يبغى مشاكل معاحد وهنا هذه لعلها تحمست وراحت مكان غلط الان لو صادوها بتصير مشاكل ثانية انا اتوقع والله اعلم ان فصيلة ناسج الخيط الذهبي راح تبدأ مشاكل لكن بتبداها بطريقة غلط ما ادري اش فيه الصرصور يسوي الحركات هذه شايفين اش يسويه كأنه قاعد ياخذ انفاسه الاخيرة مع انه ما فيه اي ضرر نهائيا لكن للاحظ ان التربية الصرصير جدا متعب فرق بينها وبين الدود الدود جدا سهل والصرصير متعبة جدا فيحتاجون رطوبة عالية ويحتاجون اكل بشكل يومي تقريبا ولازم كل شي طازج فسبحان الله ما ادري كيف يعيشون في بيئتهم الطبيعية هذا الصرصور ما شاء الله عليه متسلق جيد وهذا هنا واحد ثاني يعاني وهنا اعلنت انتصارها هذه النملة واستحوذت على الموية كاملة الان راح اعطيكم نظرة جدا قريبة من النمل ويش قاعدين يسوون بالاصح شوفوا كيف ما شاء الله اللي توهم فقسوا بطونهم جدا مليانة هذه اشارة جيدة والواضح ان بطونهم مليانة موية شوفوا كيف قاعدين يقلبون اليرقات يعني زي ما تشوفون الان اللي قدام قاعدة الطعام اليرقة شوفوا كيف كأنه سبحان الله لكل نملة لها يرقة خاصة فيها او مجموعة من البيض هي اللي تقلبها وهي اللي تسويها فسبحان الله شوفوا هذول اللي قدامكم الان قاعدين يأكلون هذه شاء الله كل شوية قاعدة تشيل اليرقة وتحطها في مكان ثاني في اللي هنا قاعدين يأكلون فسبحان الله اللي بدأ في تربية النمل حرفيا راح يستمتع بعد ما يصير خليني أقول لكم المستعمرة تشير ما شاء الله فيها عاملات بمرة كثير بيشوف شغل مرة كثير يعني مثلا الآن في نمل المحارب لسه ما سووا أي شغل لكن بتشوفون النمل الغامق هو اللي يستكشف النمل الصغير هو اللي يحضن البيض في اللي يمسك اليرقات في اللي يصففهم يحط الشرانق في أماكن معينة أشوفوا كيف في تحت شرنقة لونها أسود راح تفكس في أقرب وقت فهذا الحمد لله مؤشر إيجابي وهذه أحسها أنها مترددة ما هي دارية ايش تسوي كل شوية تشيلها وترجعها وتشيلها وترجعها طبعا يوازنون درجة الرطوبة أغلبهم اللي قاعد ألاحظهم أن بطونهم ومكان صدرهم باهت جدا زي ما تشوفونه فتقريبا وقت الفكس اللي صورت هذا المقطع فيه كان مرة أعدادهم كثيرا اللي فقسوا فسبحان الله أول ما يفقسون يعرفون إيش اللي قاعدين يسوؤونه شوفوا كيف هذولا توهم فقسوا وقاعدين يأكلون أول مرة يطعمون الطعم الطازج خلينا أقول لكم لأنهم دائما يأكلون الأكل هم يرقات عبارة عن سوائل فالطعام هذا بالنسبة لهم أول مرة يذوقونه أنا أمنية الوحيدة الصراحة واللي أحب أشوفها إن شاء الله نحصل محارب ثاني لأن المحارب هذاك ما أدريش مشكلتها لكن إلى الآن لونه ما صار غامق شوفوا كيف أيضا موضوع النظافة يعجبني النمل النظيف نهائيا ما راح تلاقون أي شيء في عفن وأي شيء بدأ يقرب بس إنه يعفن مباشرة يشيلونه يحطونه في مكان ثاني عشان يحافظون على نظافة المكان ويعرفون إن النظافة هي أساس المستعمرة وإنها تبقى الأطول مدة ممكنة صحيت على الخبر الصادم شوفوا ش صار العش حق ناسج الخيط الذهبي ولا أي نملة فيه موجودة دورتهم في العالم الخارجي وما حصلتهم أبدا أنا خوفي إنهم طلعوا من كل العالم هذا وراح يسكنون عندي في البيت شوفوا وين حصلتهم جالسين في العش حق نملة السكر المصيبة الكبيرة أنهم قفلوا عليهم بالبذور عشان ما يطلعون وهم أخذوا المكان هذا لهم إلى الأبد حتى الملكة موجودة عندهم هنا قاعد أفكر في المصيبة اللي صارت أقول هل أدخل؟ وأشيلهم وأحطهم في المكان أو العش حقهم القديم لأن الصراحة العش القديم حقهم كان فيه عفن وفيه كمية دود ميت فنظفت لهم الآن وراح أخليها وقت وبشوفهم هل يرجعون ولا لازم أشيل الملكة بنفسي جيتهم بعد مدة شوفوا ش حصلت الخنفسانة دخلت العش المصيبة الكبيرة كيف تعدت النمل اللي كانوا موجودين هنا ودخلت طبعا هذه خنفسانة حق الدود القبابي ما شاء الله عليها ترنقت وصارت خنفسانة بالغة الآن ودخلت في العش يا أخي شي غريب جدا كيف صار على البذور ما أدري الصراصيل هنا تقريبا نزعجوا والأني حطيت لهم هذا الأكل قلت خلينا أشوفهم كيف يأكلونه ولا لا وأيضا النمل خلينا أقول لكم ناسج الخيط الذهبي بدوا يتفرقون وكل واحد راح مكان خاص فيه شوفوا كيف الآن لو نلاحظ كلهم دخلوا في حالة الذعر والسبب أني شغلت الإضاءة لكن المصيبة مهنة المصيبة أنه وين راحت ملكة ناسج الخيط الذهبي الآن قاعد أدورها ما حصلتها أنا قلت هل دخلوا في حرب الآن شوفوا كيف اللي قاعدين يشوفهم الآن كلهم سكر الخزران فقط في وحدة من نملة ناسج الخيط الذهبي لكن حرفيا ما هي واضحة الملكة أبدا أنا توقعت أنه بدت حرب بينهم والحرب هذه انتهت موت الملكة إن شاء الله أنه ما يكون هذا الخبر صدد لأننا بنكون خسرنا مستعمرة كاملة وأبشركم إن شاء الله إذا زانت الأمور وزبطت كل شيء يمكن أدخل ملكة رابعة فاقترحوا لي في التعليقات هل حابين نضيف ملكة رابعة أنا عارث أنها بتصير مشاكل كثيرة لكن من باب التنويع وأيضا نستكشف فصيلة جديدة نحطها ونشوف كيف يعني يتعاملون مع الفوضى هذه الموجودة رغم أني صراحة ما ارتحت للمكان هذا صار عبارة عن مكان كل خراب وكل ذا هنا حصلت الملكة وين موجودة شايفينها طبعا ما أدري كيف مرت الخنفسانة من هذه الحرب هنا حبيت أوثق طريقة الحفر عند الخنفسانة طبعا للأسف طلعوا اثنين هم يا ذكور أو إنات أنا ما عندي أي خبرة فيهم فاللي يعرف بالله يخبرنا في التعليقات الحمد لله انتهت الحرب على خير وهنا زي ما تشوفون للأسف في النملة ماتت من العاملات لكن قاعدين يأكلونها طبعا زي ما قلت لكم لازم أنهم يقطعون الأطراف حقها إذا كان فيها أي كمية غذاء داخلية في بطنها راح يأكلونها إذا أيضا في أي أطراف لها بيقطعونها وفي الأخير راح يرمونها ويدفنونها لكن المصيبة وين المقبرة حقهم هل يقدرون يقربون منها ولا راح يحطونها في العالم الخارجي نملة غرقت ويا كثر النمل اللي نشوفهم يغرقون ونساعدهم طبعا هنا فكرت في الموضوع إن المكان اللي حاط لهم فيه صعب عليهم جدا وما يقدرون يشربون موية بدون ما تغرق كم نملة طبعا زي ما تشوفون ما شاء الله في البداية عندها مقاومة كبيرة ضد الموية لكن للأسف ما تقدر تمشي فوق الموية صعب عليها مرة فهنا قررت إني أدخل وأساعدها حطيت الإبرة كالعادة طبعا هنا سوت وضعية الاستسلام ما أدري ليش أول ما جيت أساعدها أحاول قدر المستطعم ما أضغط عليها عشان ما أصيبها وبعدها بتدخل العش وبتموت يعني في أقرب وقت فزي ما تشوفون الآن قاعدة أحاول أدفها لكن لزوجة الموية مع الإبرة صعبة جدا مع المحاولات وأحاول قدر المستطاع أني ما أصيبها خاصة في الطرف الخلفي لها شوفوا كيف بشكلتها كأنها وحدة طلعت من المسبح والحمد لله تعافت شوفوا كيف قاعدة تشيل نفسها الآن وما صدقت إنها طلعت لكن أحس إنها ما قاعدة تقدر تشيل نفسها أو إنها تحس نفسها فقيلة زي إنما نحن نطلع مثلا من المسبح أو شي نحس إننا فقيلين فأقول تساعدها مرة ثانية وأشيلها وأوخرها من المكان كامل والحمد لله أنقذناها والآن اللي عليها إنها تنشف نفسها وترجع للعوش جيت اليوم الثاني بطامة كبيرة جدا شوفوا كم باقي من العاملات ملكة وعاملة وحدة فقط وين البقية؟ الله أعلم شوفوا تحتها في جثة من ناسج الخيط الذهبي وين النمل اللي كان هنا موجود اختفى تماما شوفوا اش حصلت؟ الملكة لحالها عايشة يعني سارت حرب جدا قوية وللأسف خسروا كل العاملات عندهم وأيضا هنا خسرت كل العاملات ما عادة وحدة حرب كانت جدا قوية وشكلها اللي بدى الحرب هو الخنفسانة ولا كانت الأمور على خير شوفوا كيف الملكة طلعت برة وقاعدت دور في المكان حصلتها لدرجة أني أول ما صحيت واشوفها قلت إيش هذا المخلوق الجديد اللي ما ربيته وقاعد يتمشى في العالم الخارجي فطلعت الملكة موجودة لحالها وهنا شوف اش حصلت؟ انبسطت مرة كثير عاملة ثانية موجودة على قيد الحياة لكنها في العالم الخارجي من نملة السكر طبعا هنا أنا قررت الصراحة أني أشيل الملكة وأرجعها في العش حقها بعد معانات كبيرة جدا شوفوها هذه رجعتها في العش حقها وقلت إن شاء الله أنها تبيض وتبدأ تجيب العاملات من جديد والمشوار بين عاد من الصفر وما أدري إيش سبب المشاكل اللي صارت بينهم هل عشان الحشرات ولا هم ناوينها مشاكل بالأصل يعني وهنا حصلت عاملة ثانية ما أدري هل ثانية أو نفسها الله أعلم لكن زي ما تشوفونا هنا واقفة عاملة طبعا نصرصور شكل أنه يتحرش فيها الله أعلم لكن قلت إن شاء الله أنها ترجع وما أظن إنها بترجع لأنها شوفو كيف حصلت هنا عاملة ثانية موجودة وهنا معاها بنتها الصغيرة بس تحتها للأسف الشديد الملكة طلعت من العش حقها رغم إن رجلها مكسورة مرة ثانية طلعت وما تبغى ترجع للعش نفسها رغم إن نظفت لها بس واضح إنها تبغى تنتقم لعيالها اللي ماتوا هنا ما شاء الله دايما ذولة حصلهم يتسبحون أمورهم زينة وهم دارين بالحرب اللي قاعدة تسير حولهم فقلت ما أدري أساعدها ولا أهتم بالملكة الآن وأرجعها مرة ثانية فما أدري قلت خليني أركز على النملة اللي غرقت هذه بس قلت خليني أشوفها هل أختها هذه ممكن تساعدها ولا لا لأنها واضح إنها قاعدة تفرز فيرمونات المساعدة فما أدري شوفوا كيف جنبها قاعدة تتنظف أنا قلت ممكن إنها غرقت أختها فتوها الآن قاعدة تنظف نفسها شوفوا كيف واضح نداء الاستغاثة عند النملة لو لمست بقرون الاستشعار على بعض أيوة ممتاز الآن ممكن راح تساعدها شوفوا كيف أنا كان أمنيتي الوحيدة صراحة أني أشوفها تساعدها فمن الواضح إن إذا مسكتها راح تقطع وحدة من قرون الاستشعار حقها وبتصير مشكلة فهنا قلت هل أدخل ولا لا وإلا قلت أعطيها فرصة تشوف الوضع كيف بعدها أقرر أني أساعدها ولا لا رجعت مرة ثانية والنملة هنا سوت وضعية الميتة حسنت أنها وقفت كثير ما تحركت أبدا بعدها قلت خليني أساعدها حطيت لها هذا هذه الأداة كويسة للنمل لأنها مائلة فإن شاء الله أنا ما تأذيهم أحاول قدر المستطاع أني أشيلها النمل يغرق كثير خاصة هذه الفصيلة شوفوا كيف الآن تعلقت الحمد الله نجحنا في إنقاذها طبعا النمل ما يغرق شوفوا كيف شوفوا كيف شوفوا كيف هذه النملة وهذه الملكة وكلهم في عداوة مع بعضهم البعض ولا واحدة قررت أنها تحارب الثانية طبعا زي ما تلاحظون أن النملة هذه أو ناس جل الخيط الذهبي دائما تجلس في المكان هذا لأن مكان المعيشة حقها هو الأخشاب والأشجار لأنها تعيش بالأشجار نفسها هذه شوفوا كيف الآن يالله يالله تشيل نفسها فهذه الظاهر أنها شمت ريحتها وقررت أنها تقرب منها عشان تنظفها لكن واضح أنها بتطيح مرة ثانية شوفوا كيف ايواه وصلت 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 الاستغاثة أحس ما أدري كيف النمل يمسكون بعضهم أحس صعب مرة هل هي قاعدة تطعمها الآن ولا إيش بالضبط ولا تودعها ولا إيش تسوي شوفوا كيف شي غريب والله شوفوا سبحان الله كأنها قاعدة تسحبها من تحت يا الله أنا هنا خلاص قررت صراحا يساعدها لأن الموضوع مؤلم جدا شوفوا كيف قاعدة تحاول تقوم طبعا ساعدتها مرة ثانية قد خليها تطلع لأن الموضوع صار سيء هنا شلت شوية من التراب الموجود في الماية وكل ما حاول أساعدها أفشل الحمد لله مسكت فيه الآن أدري أنها زاوية الكاميرا ممكن سيئة بس مثبت الكاميرا وقاعدة أساعدها شوفوا كيف متعلقة متعلقة ما تبغى تتحرك أبدا هي من الواضح أنها لازم تنشف بعدين أحطها بيصير سهل عليها جدا أنها تتحرك مرة ثانية تحاول أنها تطيح المشكلة لو حطي فيه مخلوق تحرك المشكلة لو حطيتها في الرمل بتصير وصخة وصعب أنها تنظف نفسها وحوسة بتصير في الموضوع فهذه الآن نقول الحمد لله شوفوا بطنها مليانة ظهر أنها شربت موية لين شبعت فحسها قاعدة تحاول ترجع الموية مرة ثانية ما أدري ليش هي عشان هل عشان وزنها سر في قيل ولا هي ما تبغى تتحرك من مكان الموية طبعا الملكة هنا رايحة جاية رايحة جاية ما أدري إشي اللي ناوي عليه هل بترجع عند العاملة اللي حصلناها لحالها ولا نظامها المكان هذا عاجبها وما رح تتحرك منها أبدا هنا تقريبا أخيرا نشفت نفسها وقررت أنها تطلع وجهت العاملة الثالثة أمورها صارت زينة وبطنها مليانة الحمد لله طب من عليها وإن شاء الله أني أشوف حل من ناحية الوعاء اللي حاط لهم لأن أمزعج جدا وكثير يغرقون ودائما أحصلهم غرقانين لكن الحمد لله ما يموتون لأن النمل ما شاء الله عنده طرق كثيرة وما كان كثيرا أن يقدر يتنفس منها شوف النملة الآن جلست عندها قاعدة تنظفها من الموية الزايدة الملكات ظاهر أنها قاعدة تروح لأماكن مرتفعة جدا واضح أنها قاعدة تنادي العاملات حقها وشوفوا كيف جسمها مليان بالتراب واضح أن الحرب كانت مرة قاسية بالنسبة لها فما أدريش وضعها مع الأيام الجاية هنا قلت خليني أشيل اليوسفي اللي حطيتها لهم طبعا صار جاف وما يقدرون يمتصون منه أي شيء فقلت خليني أشيلها وأحط لهم تفاحة طازجة جدا بإذن الله أنهم يستفيدون منها ويشربون السوائل اللي فيها وبعد فترة لاحظت أن النمل سكر الخيزران كالعادة هون نشيط دايما قربوا من قطعة التفاحة اللي حطيتها لهم لو تلاحظون حاول قدر المستطاع عطيهم مصادر طبيعية يعني أبعد من الأشياء الصناعية وزي كذا قدر المستطاع لأنه ممكن يأثر عليهم مستقبلا رغم أن النمل ما شاء الله مقاومة مرة كويسة خاصة سكر الخيزران أنا الصراحة ما شفت إلا واحدة بس ماتت عندهم اللي وردتكم إياها وكانوا يقطعونها ويأكلونها لكن ألاحظ أن متطلباتهم غريبة جدا يعني تخيلوا ليوسفي تقريبا ما قربوا منه لكن الصراصيرهم اللي قربوا منه الديدان يمكن الخنافس لكن النمل بشكل عام عنده اختيارات معينة يقرب منها وزي ما قلت لكم الموية جدا مهمة لا أحطهم أول ما أحط لهم الموية وعبيلهم إياه يتجمعون عليه دائما وهنا بقول لكم شي جميل شفتوا اللي قاعد أشوفه الآن هذا هذه نملة من ناسج الخيض الذهبي أوريكم إيش سار من شي جديد وصراحة شي جميل خلونا نروح على سكر الخيزران ما شاء الله عليهم التفتوا لها لكن ما شربوا منها أي سوائل طبعا كيف عرفت مع الوقت أو شي النمل اللي إذا شافوا شي عندهم راح يلتفتوا لها على طول لكن هذا لم يعطينا أي همية شوفوا هذه النملة لو تلاحظونها قرون الاستشعار حقها فيها ميالان ودايما تلعق بطنها فهذا مرض بالنمل وهذه راح تموت قريب دائما النمل إذا بدأ يطيح كل شوي أو يحاول يتسلق ويطيح بشكل متقدر اعرفوا إنها مريضة وخاصة إنها ما تبغى ترجع للعش فرجوعها للعش معناها إنها بتنقل العدوى لا حد ثاني فهنا حصلت واحدة ثانية بس ما شاء الله عليها مصح صحة شوفوها قاعدة تركض وتغير مكانها بصرعة ولاحظت أنها ما تبغى تلمس أي نملة ثانية أو أي حشرة ثانية تحاول قدر مستطاع أنها تعزل نفسها كالعادة نملة السكر النملة هادية وما تحب بالمشاكل سكر الخيزران شايفين نفسهم عشان عددهم مرة كبير شوفوها هذه قاعدة تمشي وحصلت أختها الثانية الآن ثنتين حصلناهم هذا مرة شيء كويس إن شاء الله أن الضحايا حق الحرب اللي سارت تكون قليلة لأن صراحة كانت غلطتي وأتمنى أنكم تكتبوا لي في التعليقات إذا مركزين بالمقطع بالغلطة اللي سويتها أنا عرفها لكن إن شاء الله أنكم تعرفونها أنتو أيضا الشيء الجميل أن في مستعمرة ما سار لها أي شيء تقريبا لكن خسروا نملة واحدة طبعا اللي هي ناسج الخيط الذهبي شايفينها هذه قاعدة تتحرك وطالعة وامورهم طيبة وطبعا رجعوا للعش حقهم وحياتهم طبيعية وامورهم زينة لكن شيء صراحة والله أحزين عليه جد تذكرون أول ما ربينا نملة السكر وكان عندها بيض وحق أول مقطع قلت لكم إياه إن إن شاء الله تتطور معانا وكانت بدايات حاوزي كذا والآن للأسف في عاملة واحدة عندها وأيضا في عاملتين بره ووحدة مريضة فراح تبدأ تأسيس المستعمرة بشكل كامل فالآن محتاج منكم إجابة على هذا السؤال وبإذن الله راح أطبقه بالفيديوهات القادمة حابين نسحب مستعمرة واحدة ونحط شيء بديل لها فهل النجار اللامع ماد لها أي وجود نشيلها ولا نشيل نملة السكر لأنها مسكينة وما تبغى مشاكل فأرجوكم اكتبوا لي في التعليقات عشان ما يأنبني ضميري خلوني أوريكم الشيء الجميل شوفوا كيف معاهم يا رقام حافظين عليها من الحرب اللي قبل شايفين كيف؟ واحد اثنين ثلاثة أربعة تقريبا خمس عاملات فهذه الفصيلة خسرت عاملة واحدة فقط والملكة شوفوها صحتها كويسة ونظفت نفسها لكن هذه المسكينة خسرت كل العاملات عندها ما في الا وحدة والوحدة هذه تقريبا شبه مريضة ترى ما هي متعافية مية بالمية هذا الشيء مرة يحزن فالصراحة أن الخسارة اللي خسرناها خسارة مرة فادحة خسرنا عاملات مرة كثير يعني تقريبا نملة السكر بيبقى معها تقريبا عاملة واحدة فقط لاني قاعدة شوف ان في واحدة مريضة هذه غرقة كالعادة ومعاها واحدة ثانية غرقة شايفين كيف؟ أنا خافي انها تنقل المرض لنملة السكر ونملة السكر تروح وتنقله للمستعمرة كاملة الآن رح حاول أطلعهم طبعا الحمد لله طلعوا عايشين أمورهم زينة لكن فيهم كسل مرة قوي ما شاء الله هذه عشان أطرافها مرة طويلة قدرت تتمسك بالأطراف حقها لكن نملة السكر أو سكر الخيزران بمرة بطيئة وما تبقى تتحرك ولا تبقى تطلع الظهر عجبها موضوع السباحة هذه طلعناها الآن فأيضا أن أفكر في الموضوع هذا أن يغير لهم المكان هذا لأن كثيرين أشوفهم يغرقون عند الحين فصيلتين قاعدة تغرق هذه النملة الثانية أشوفوها كيف تحاول تطلع وتنزل هذه مريضة وتقريبا متأكد بنسبة كبيرة أنها بتموت جيت باليوم الثاني الخبر السيء شوفوا قدامكم النملة ماتت طبعا هذا مرض جايع لكن الظاهر أنه من أثر الحرب اللي سارت وللأسف ما شفتها وحصلت في الزاوية الثانية الظاهر أنها ميتة نفس الوضع لكن مو متأكد مرة فهذه أخبار جدا سيئة شوفوا حصلت تنتين هنا موجودين غيرهم كأنهم كانوا متخبين بس الآن ظهروا مع الوقت فكثيرين مريضين ترى للأسف الشديد ما أدري أسهل المرض لكن الظاهر والله أعلم أن ناسج الخيط الذهبي سوى فيهم السم الخطير اللي هو الرذاذ اللي يطلقونه من بطنهم نقول إن شاء الله المستعمر هذه ترجع بسلام وتبيض الملكة بشكل أكبر انتهت حلقتنا لهذا اليوم أشكرك جدا عن المشاهدة واتمنى أني أضفت اليوم كشي جميل إذا عجبك الفيديو لا تنسى زر اللايك وإذا ما كنت مشترك اشترك بالقناة عشان تكبر مستعمرتنا الجميلة وعشان تشوف آخر التحديثات لسلسلة تربية النمل كان معكم أحمد منانتس كيسي أخيرا أستغفرك ربي وأتوبوي لي